موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم الصراع التقديم اتمنى تكونوا بخير وبصحة بافضل حالي النهاردة مش هنراجع موقع ولا اتنين هنراجع التلت مواقع التلت مواقع دول احد الناس بعدهم لي قال للناس بتقول ان هزي المواقع واو وحاجة جمدة فطبعا كالعادة هنشوف الدنيا فيها ايه اول حاجة الموقع ده على فكرة عشان انتبقى الناس عارفة فعلا ده اسم سلسلة محلات مشهورة في امريكا تقريبا يعني في فعلا مجموعة متاجر بالاسم ده بس في الحقيقة يعني موجودين كده زي كرفور في مصر عندنا في افرا كرفور في فرنسا وفي مصر ده حاجة موجودة فعلا وبيبقى ساعة اليوم مواقع اونلاين على اساس التصوق ولكن الموقع اللي قدامت ده لا يمت بأي صلة لشركة سيرس للمتاجر ده مبدئيا طيب القصة ايه القصة اني قال ان الموقع ده بيعمل بتحط فيه فلوس وبتاخد منها نظام بها ارباح وما الى ذلك وطبعا الكلام ده غير حقيقي هنيجي نبص هنا على الموقع ده ونشوف الموقع ده معمول بتاريخ 24 ثمانية والناس بطلت تشرحه بتاريخ 24 ثمانية ويقول عليه جامد بعد يوم من انطلاقه يعني انت بتقول على موقع انه هو جامد يوم 24 ثمانية طبعا حاجة جميلة جدا انه كنت تقيم الموقع بعد 24 ساعة منه زوله تقول موقع جامد وزيل فلوس ما فيش احسن منه دي نقطة النقطة التانية عندنا الموقع التاني برضه اللي هو توجي باي او توجي باي اي كوميرس دوت شوب ده اصلا الموقع واقع يعني الموقع ده اصلا واقع ما فيش دخول ليه لما تريد تخش اللي وقولك نحط هنا نشوف الظروف ايه الموقع الموقع المفروض انه بالو 85 يوم وفيما يبدو انه هو اتعمله ابدو انه واحد وعشرين شكل وكده يوم واحد وعشرين فلسع حتى حطتلك موقع يعني مشروح واصل الموقع نصب طيب يبقى ده عادي موقع معنا نصب الموقع التالت اللي هو الموقع ده برضو حطتلك شكل متاجر كلهم نفس الفكرة وست هيلز مول وست هيلز مول ده برضو نفس الفكرة وفي اي بي ومش في اي بي وبابا بالغنوغ وكل الكلام ده ملوش اي لازمة طيب تاني السكريبتات دي عشان الناس الجديدة اللي ما كانتش خضرت موقع نصبه لكده الناس اللي ما عنداش خبرة تبقى عارفة ازاي ان الموقع فعلا نصابين يقوموا جايبين اسماء موقع موجودة فعلا كانوا في موقع تيمول اصلا كان جاي فعلا تيمول في الصين وكانوا بيستخدمه في ناس كانوا بتستخدم اسم موقع جميع ودخدوا ملايين خدوا من العرب ملايين في ناس كلك بتنصب باسم امازون في ناس بتنصب باسماء شركات كبيرة في امريكا في اي حتة ويقولك ان دول الموقع تابع دي عشان يدي مصدقية اللي هو حضرتك هتديني فلوس انا بس اسملك في الشركات دي. واصلا شكل معفن جايبينه بخمسين دولار. يعني هما بيعملوا. قولك شركة مش عارفية وشركة ايه هما جايبينه في سكريبت معفن تامن وخمسين دولار. الموقع كله ما بيكلفش على بعضه كله وشكل براكم ما يكلفش تلتمونة دولار بالاستضافة في كله. وبتلتمونة دولار بقى عندك مشروع نصب محترم. وتشوف كم يوتيوبر تلبسهما لعمة وتقول لهم اعملوا آآ ترويج للفيديوهات دي. يبتدوا يعملوا ترويج الناس يخش يسجلوا بعد كده الموقع ينصب. تاني الموقع دي شغال نظام بونزي. مش شغالة في اي حاجة. لهم متاجر ولا يفهموا في الاتجارة ولا يوم اي دعمة. بيبقوا في الغالب عصابات صينية او عصابات من آآ جنوب افريقيا. بيقوموا وعملين الموقع زي كده ويبتدوا ان هم يشتغلوا الناس. الموقع كلفة تلتمونة دولار عارف الامة من مئة الف عارف الامة تلتمونة الف عارف الامة خمسمة الف دولار. مش مشكلة. ودائما بتلاقيهم ان هم بيركزوا يا اما يعمل بعملة بوسائل دفع او سحب محلية زي او حاجات زي كده عشان يديك المزاقية. فطوع ضحية لي. يا اما بيعملها عملات الرقمية عشان برضو لما تحب تدور عليه يقول لك باي باي واشرب الشاي. يكون طبعا عملة رقمية زي امتي فيه ما كانش ينفع انك انت تعرف الشركة راح تفين خلاص الموضوع انتهى. فدي الفكرة. المواقع تاني اي حاجة مواقع دي شكلها سكريبتات جديدة معاملين من فترة قريبا فيه السكريبت لما بقى لك على المبرح. ده ممكن اي حد يعمله ويننزله. حضرتك ما تخشش تخط فلوس في مثل هذه الاشياء. ممكن تخط وتقول انا هخش الموقع قبل ما ينصب هلحق لأول يومين وبعد كده على حظك الموقع ينصب بعد يومين. فهي ملهاش مسكة. قلت لك تاني. الموقع دي كلها بونزي. ما بتدكش ارباح يا بتديك ارباح بتديك ارباح من ادعاة الناس اللي بتيجي بعدك. فهو موضوع كله فاشل. حضرتك ما تغمرش به. عند اعايز تاني. عشان برضو الناس بتسألني. في بعض الناس بتقول لي لا موضوع التعديل على مش مربح الربح اللي احنا ممكن نحط فيه. خضرتك انا بقول لك الحاجات اللي فيها ربح وفي نفس الوقت ما فيهاش رزق عالي. عايز تخش في عندك لو انت في عندك مثلا مصر في عندك تطبيق صندر. ده ممكن انك انت تخش تحط فلوسك فيه تشتريه اسم في البورصة المصرية. في حاجات تاني في الدولة الخليج سندي استثمار في الدولة الخليج. ممكن تروح تشوف تستثمر في يعني لو انت خليجي تروح تستثمر في الدولة بتاعتك. لو انت اه من الاخوة الجزائريين المغربة اه التوانسة شوف البورصة في بلدك او لو فيه سندي استثمار عاملها البنوك خش حطه فلوسك فيها. دي فلوسك تحت ايدك وقدام عينيك. انت شايفها لكن موضوع الانترنت انك عشان تحط حاجة وتبقى اه مطمن فيها. مية في المية مفيش. عندك بعد كده وانا في حاجة تانية اللي هو التداول. انك انت ممكن تتعلم تداول تخزين عملات. انا مش مجال التداول او تخزين العملات بصفة كبيرة فانا مش هقدر ان انا انصحك بحاجة زي كده. ممكن اروح اشوف الناس بتقول ايه واجوله لك. يعني الناس بتقول لك العملة الفلاندي هتطلع. اجولك العملة الفلانة تطلع. انا ما بعملش كده. الحاجة اللي ما كنتش عارفها او دايسها بايدي. ومقتنع بيها بطلت ان انا اسمع لحد او اخد رأي حد. لا انا اعمل الحاجة اللي انا اه جربتها بنفسي. فبقولك تاني انت فلوسك استثمرها بنفسك. عايز اعمل مشروع اعمل موقع اعمل مدونة. اعمل اي حاجة انت عايزها. بس تبقى فلوسك ومشروعك تحت عينيك. لكن انك انت تحط فلوسك عشان واحد بيشتغلك ويقول لك الموقع ده بيكسب. الموقع ده بدي ارباح. الموقع ده يخليك مليونير. حتى انت ونصيبك. ممكن تخد لك قرشين وممكن مجرد ما تخش تلاقي المصيبة حصلت وفلوسك كلها راحت. فبعد يزنكم للمرة المليون. انا بقول الناس بتقول انت بتكرر مع عشان في ناس بتبقى دخلة جديدة اول مرة تشوف الفيديو مش عارفة الدنيا في ايه? الناس القديمة هحفظوا الكلام وخلاص وهحفظوا الدماغي. فاحنا بنقول لناس الجديدة حضرتك اي حاجة فيها مول والشكل المقرف ده اعرف على طول انها نصب. ده نصب بتلاتة شلن. يعني حتى مش نصب نظيف بيروحي عشان خطر ينصب عليك. لا ده نصب معفن بيروح ينصب عليك وياخد فلوسك وبعد كده بيقوم خلق. تاني اي موقع حضرتك تشوفه من نوع دي ابدع عنها. عشان الناس بتسألني دايما عن موقع زي كده ايه رائك في مواقع سارس اللي مواقع مش عارفية ايه رائك في مواقع ايه? وكلها مواقع نفس اللي بتاعمها. ده ابن عم ده نفس البيزنس موديل واحد يعني هو البيزنس موديل اللي بيعملوه واحد بيقتقمس آآ شغل شركة فعلا موجودة واسمها ولكن مش حقيقي يعني مجرد انه هو بيقول انه شركة كزا بيبينصب باسمها والحل التاني هو بيشتغلك يقول لك والله انا معي تعال ببرنامج بيعمل مكينة التعدين او تعال معي برنامج بيعم مش عارف آآ آآ تداول آلي زي امتيفي وخلاص فوركس تداول آلي او زي دايزي او زي فاليداس او كل الحاجات دي نصبتك مفيش حاجة ودايز انا مش عارف انا انا اريدت له حد شغال في دايزي قولي اخبارها ايه لاننا الناس فعلا انسكت عنها وطالما سكتت يبقى فيهم صيبة يعني طالما الناس اللي كانت شغالها دايزي وطلعين اتنطات وثكتو يبقى فيهم صيبة في الشركة شغالة دلوقتي فتاني ارجوكم محدش يقع ضحية للنصب اشوفكم ان شاء الله حلقة جيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته